أعود ورحب بضيفي دكتور حسن السلمان الباحث في أشن الأفريقي دكتور السلمان تحية لكم من جديد وفي البداية وقبل الحديث عن أوضاع مسلمي إثيوبيا الحقيقة اليوم نتساءل كيف وصل الإسلام إلى إثيوبيا وأهم المراحل التي مر بها وهل إثيوبيا تكملة للسؤال هل إثيوبيا فقط هي الحبشة التي هاجر إليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأمر أوسع من إثيوبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسمى الحبشة تاريخيا كان مسمى واسع يشمل مجموعة من الدول الحالية يعني ليست فقط إثيوبيا الحالية وربما كان جزء من إثيوبيا الحالية لا يدخل تاريخيا تحت مسمى إثيوبيا تحت مسمى الحبشة والاسم الآن جديد يعني مسمى إثيوبيا اسم حديث لا يكون اسما تاريخيا اسم التاريخي كان يشمل شمال إثيوبيا لمناطق التجراي قليمة التجراي الحالي التي حصلت فيه الحرب خلال النزاعات ويشمل كل إيرتريا وربما اجتمل أيضا على شيء من الأراضي السودانية في التاريخ ومنطقة جيبوتي وشيء من الصومال يعني كانت هذه تقريبا منطقة هذه منطقة الحبشة واسعة وكانت بطبيعة الحال نتيجة الصراعات تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى لكن مركز المسمى هو شمال إثيوبيا وإيرتريا هذه المنطقة هي التي تسمى يعني الملك العاد الذي لا يظلم عنده أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي كان أين يتركز بالتحديد في ضمن هذه الخارطة كانت منطقته العاصمة تحديدا كانت في شمال إثيوبيا لمنطقة التجراي منطقة أكسوم المعروفة تجراي منطقة التجراي نعم طيب كيف وصل الإسلام إذن إلى إثيوبيا ومراحل التطور له الإسلام بدأ من الفترة متقدمة جدا وهي يمكن من السنة الخامسة تحديدا من البعث النبوية وبالتالي هنا المسلمون في إثيوبيا وإيرتريا ومنطقة يؤرخون لتاريخهم قبل دخول الإسلام إلى المدينة المنورة بإثبار أن قبل دخول الإسلام إلى المدينة وبالتالي يمكن أن تؤرخ لهذا التاريخ المبكر جدا ثم بعد ذلك مسألة الهجرة الأولى والثانية ثم جاء بعد ذلك موضوع الخلفاء الراشدين حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحرك لهم بعض المجموعات الفتح الإسلامي لكن حصلت طبعا إعاقة لهذا الموضوع ولم يوفق عمر رضي الله عنهم ولعل بشكل عام المسلمون لم يستهدفوا الحبشة بالعمل المسلح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا الأحباش ما ودعوكم الحديث المعروف فكان دائما يترك مساحة السلم والتحرك السلمي والعمل التجاري وحركة الهجرات العادية ولم تقصد قصدا لموضوع العمل المسلح إلا في سنة 84 في العهد الأموي بدأت بعض المجموعات من الأحباش تهدد الأطراف الساحلية الساحل الغربي مكة وجدة تحديدا في شكل قرصنة في البحر فتحركت لهم بعض المجموعات فتم أول منطقة تفتح هي منطقة مصوع اللي هي الميناء الأريتري الحالي وهناك وضعوا على كل حامية للمسلمين فمن 84 تواجد وجود عسكري ووجود سياسي للمسلمين في هذه المنطقة من 84 هجرية 84 هجرية ما قبلها وكلها كانت حالة عادية كأفراد ثم توسع الوضع بشكل أكبر في الدولة العباسية لأنه دخلت هنا معنا اتفاقيات أوسع هنا اتفاقيات تتعلق بجنوب مصر وشمار السودان واتفاقيات تتعلق بالبيجة فتوسعت على كلنا الحالة إلى أن وصل الأمر في الحبشة والقرن الأفريقي تحديدا إلى أن نشأت فيه في القرن الثامن الهجري والقرن السابع الهجري تقريبا نشأت فيه مجموعات مجموعة دول كانت تسمى بدويلات الطراز الإسلامية يعني سبع إمارات إسلامية تبدأ من الصومال وإلى أن تصل بها إلى منطقة السواكن في السودان هذه المنطقة كلها كانت عبارة عن شريط ساحلي تقوم عليه دويلات إسلامية كل دولة لها مملكة عدل مملكة إيفات يعني جملة من الممالك وكانت دائما ترتبط بالعمق المركزي للدولة الإسلامية أي أن كانت هذه الدولة سواء كانت دولة أموية عباسية عثمانية هذا الوجود سياسيا وعسكريا لم يخلو من الارتباط الارتباط بالإسلام وبالدولة الإسلامية بالدولة الإسلامية بل أحيانا كان بعض المناطق في هذه الأراضي لنتكلم عنها كانت ترتبط بولاية الحجاز مباشرة يعني مثلا العثمانيين في آخر مرة عندما تنازلوا للإخوة المصريين دولة مصرية في موضوع الإدارة الإدارة لمنطقة الحبشة كان يسموها ولاية الحبشة كان الشرط الأساسي أن العثمانيين السلطان العثماني يتنازل لمحمد علي باشا وأولاده في موضوع المتابع للشأن الحبشي في أن والله محمد علي باشا يدفع ميزانية الحجاز ميزانية ولاية الحجاز وفعلا حصل هذا كان المصريون يدفعون ميزانية الحجاز وعلى أن يترك لهم النفوذ السياسي في هذه المنطقة فالشاهد أعظم إنجاز سياسي عسكري لأرض الحبشة كان في القرن السادس عشر بقيادة الإمام أحمد إبراهيم الإمام المعروف يسموه الفاتح هذا استطاع أن يجعل المنطقة كلها تقريبا الصومان وإثيوبيا وإيرتريا الحالية وجبوته كلها خضعت لسلطة المسلمين لمدة عشرين سنة هذا في ألف خمسمية وشبكسو ألف ستمية وعلى القرن السادس عشر السابع عشر هذه الفترة طبعا هنا كان في دعم عثماني في هذه الفترة دعم من العثمانيين دعم أيضا من أرض اليمن لأنه كان وقتها أيضا تابع على الخلافة ثم تدخر الأسطول البرتقالي على مسلمي الحبشة وأسقط السلطان واستشهد السلطان هذا كان أعظم إنجاز عموما أو أعظم وصول سياسي يستطيع المسلمون فيه بعد هذا التاريخ طبعا بدأت معنا بشكل آخر اللي يجب أن ندرس أيضا الجغرافية السياسية والتاريخ مع بعض بحيث التراجع العثماني كان يعقبه أيضا تراجع على مستوى المناطق الطرفية تراجع الدولة العثمانية هنا أدى إلى أن يحصل تراجع في مسلمي الحبشة ويحصل إلى يومنا هذا يمكن لم يستطع المسلمون من القرن السابع عشر تقريبا لم يستطيعوا أن يلملموا أطرافهم كما كان الوضع في ذلك العهد يعني كان في ذلك الوقت هناك لحمة بين الحبشة الكبرى بمسمى بهذه المسميات الجديدة كانت بهذا الحجم الكبير نعم كلها كانت تعرف بولاية الحبشة بولاية الحبشة نعم طيب اليوم في الشيخ حسن نسبة المسلمين داخل إثيوبيا إذا نتحدث عن إثيوبيا فقط داخل إثيوبيا نسبة المسلمين كم بالتحديد لأن هناك أرقام متفاوتة هناك أرقام رسمية تتحدث عن ما لا يزيد عن 40% تقريبا من أعداد السكان هناك متحدث عن 56% هناك متحدث عن 60% وهذا كان تقريبا أعلى رقم تم رصده حتى وهي إحصائيات غير رسمية فما هي النسبة الحقيقية للمسلمين في إثيوبيا؟ أول للأسف الشديد طبعا قصد قصدا من ناحية تاريخية بعد سقوط فترة الإمام أحمد بن إبراهيم حصلت حالة من الهيمنة النصرانية على المنطقة بدعم أيضا كان فترة من فترات بدعم برتقالي ثم بدعم إيطالي إنجليزي على كل حصل تداعي على هذه المنطقة بحيث يصور أن إثيوبيا هي الدولة المركزية في شرق أفريقيا تمثل المكون النصراني فحرصت دائما الإحصاءات أن لا تعطينا إجابات صحيحة عن واقع المسلمين لكن دعني أقول إذا أردنا أن ننظر إلى القوميات في إثيوبيا عندك القومية الأكبر بلا نزع هي قومية الأوروما هذه القومية أقل إحصاء لها من 40 إلى 45 مليون يشكل فيها المسلمون ما لا يقل عن 80% من الكتلة البشرية 80% من 50 مليون تقريبا أو من 45 مليون عندك أيضا القومية الصومالية قومية الصومالية يعني إحصائها تقريبا 12 مليون الموجودة في إقليم الأوقادين عندك قومية العفر هذه الآن قوميات مسلمة هذه اللي نتكلم عنها الآن في إثيوبيا كلها قوميات مسلمة مسلمة خالصة مسلمة خالصة أمهر يشكل تقريبا 25 مليون ربع هذا العدد أيضا من المسلمين يعني لا يكاد ما أريد أن أقوله لا تكاد تجد قومية من القوميات في إثيوبيا هي خالية من الوجود الإسلامي يقل ويغثر حتى التجرايل لهم يشكل 6 إلى 7% أيضا فيهم من 10 إلى 15% من المسلمين عند غرب إثيوبيا مناطق بني شنغول وهذه المناطق فيها أيضا وجود إسلامي على كلنا الإحصاء الرسمي إلى الآن لا يعلن طبعا الصورة الحقيقية لكن من خلال مشاهدتنا مثلا التمثيل الذي حصل في عهد مل الزيناوي باعتباره أنه كان تمثيل حقيقي إلى حد كبير مبنى على الإحصاء والنسب قسمت بناء على النسبة السكانية كان البرلمان الإثيوبي الغالبية فيه مسلمين في أي وقت بالتحديد؟ فترة مل الزيناوي من 1991 وإلى الفترة التي استلم فيها الآن أبي أحمد هذه الفترة كلها واضح جدا الوجود المسلم وجود معتبره فعلى كل إن سواء كانوا 60% أو 65% ربما البعض قد يذهب إلى أبعض من ذلك لكن هم ليسوا أقلية في داخل الإثيوبيا ولكن يعني أقل نسبة لهم 60%؟ أقل نسبة 60% أقل نسبة هذا على الأقل 60% هذه النسبة الكبيرة يعني 60% يفترض أن تظهر يفترض أن تظهر في كل البنية الدولة الأثيوبية للأسف الشديد كما قلت لك كان الهيمنة الحاصلة في الدولة وهنا في أثيوبيا نحن نتكلم ليس عن هيمنة سياسية فقط بقدر ما هناك هيمنة كنسية أيضاً يعني الكنيسة ونفوزها على السلطة السياسية ليس نفوزاً بسيطاً يعني كان أحياناً فترة ملة الزناوة أراد أنه والله واجهة الدولة يجب أن يظهر فيها شخص مسلم يعني لا يمكن رئيس برلمان ناصراني ورئيس وزراء ناصراني ورئيس دولة ورئيس دولة الفخر هذا ناصراني فكان يقول لهم يا خدعونا نبرز وجه من الوجوه وكان هو يرى أن نعطي الرئاسة الفخرية لواحد من المسلمين فكان اعتراض الكنيسة الأرسوزوكسية الأثيوبية أنه عليك أن لا تتجاهل بأن من يرأس الدولة يرأس الكنيسة فكانت على كل هذه واحدة من الإشكالات لكن أيضاً في عوامل أخرى جعلت المسلمين لا يظهروا بهذا الهناء وهي فترة هيلس اللاس تحديداً تم تجهيلهم تم ملاحقتهم تم تنصيرهم يعني كان هناك تنصير بالإكراه بحيث الشخص المسلم الذي لا يتنصر يحرم من كل شيء بل يحرم من حياته فترة من الفترات ذهبوا في اتجاه مثلاً قطع الأيدي والأرجل من أي شخص لا يعلن نصرانيته خاصة فترة مع كل هذا العدد الكبير وهذه النسبة الكبيرة إلى هذه القرش نعم نعم مع كل هذا ما خلاص هم حصلت السطوة العسكرية والسطوة السياسية وبالتالي الدعم بالقوة والخاري فكان بعض المسلمين يعلن مثلاً نصرانيته والبعض الآخر يحاول أن يتشبس فانزووا إلى المناطق الريفية واعتزلوا الحضر النسبة الأكبر الآن لهؤلاء العداد الكبير التي نتكلم عنها الأوروما مثلاً لم يكن لهم ذاك النفوذ السياسي في فترة هيلس اللاسي ولا في فترة منقستو هيلو ماريا لأنهم كما قلت انسحبوا إلى الأرياف وظلوا محتفظين بوجودهم المسلم وهنا طبعاً علينا أن لا ننسى أنت حرمت من التعليم حرمت من المشاركة السياسية حرمت من المؤسسة العسكرية بطبيعة الحال ستحرم من النفوذ على مستوى الدولة هناك من يقول بأن أبي أحمد منذ مجيئه كرئيس للوزراء حدثت بعض الانفتاح وإعطاء بعض الحرية وغير ذلك من هذه الأمور التي يتحدثون عنها هل شمل ذلك المسلمين في إثيوبيا أم لا دكتور حسن؟ جميل من ناحية تاريخية حتى لا يقطع السياق الانفتاح عملياً بدأ من 91 صحيح في فترة من قصتها الإمارات حصل نوع من المساواة بين النصارى والمسلمين عموماً يعني لكل محظور حالة دينية المسلمة والحالة الدينية النصرانية باعتبار هو تبنى الفكرة الشيوعية في هذه الفترة أيضاً وجد للمسلمون مساحات خصوصاً في المؤسسة العسكرية لكن لم يكن لهم وجود سياسي باعتبار النظام نفسه نظام شمولي ما كان فيه لكن من 91 تبنى مل الزيناوي والتقرائي تحديداً تبنوا نظام الديمقراطية الإثنية فقسموا الدولة إلى تسعة أقاليم كل قومية من القوميات تحكم إقليمها هنا أنت أمام ما شاء الله مجموعة من الأقاليم ذات أكثرية مسلمة وخصوصاً الأورمو الصوماليين العفريين هذا كلهم صار لهم وجود فصاروا يحكمون مناطق وينمون مناطق على الطريقة الفيدرالية يعني؟ على الطريقة الفيدرالية حصل نظام فيدرالي ثم يحصل تمثيل سياسي على مستوى البرلمان ثم تحصل مشاركة على مستوى الدولة بالنسب هنا في فترة مل الزيناوي يمكن وصل العدد إلى 12 وزير في الدولة الأسيوية وزراء مسلمة وزراء مسلمة شاركوا لأول مرة بحجم بهذا الحجم ثم بعد مل الزيناوي طبعاً في فترة مل الزيناوي مع هذه المشاركة مع هذا الانفتاح حصلت قضية كانت شوية خطيرة وهو محاولة الإكراه الديني من خلال فرض طائفة الأحباش اللبنانية على المسلمين في أثيوبيا لأن هناك نصائح على كل حسب معلوماتنا قدمت من الكائنا الصهيوني بأن الحالة الدينية السنية المنتشرة أن فترة الحريات انتشرة فيها الدعاة والعلماء والمشايخ والإثيوبيين عموماً سبحان الله عندهم قضية التعليم التقليدي وله ثقله ووزنه يعني دراسة القرآن الكريم دراسة الحديث النبوي دراسة اللغة العربية يعني أحياناً تسمع مثلاً واحد إثيوبي مثلاً يشرح الألفية في خمسة ألاف كل بيت من الألفية يشرحه بأربعة فتكون خمسة ألاف بدل ألفية واحدة هذه موجودة يعني فتجد أنهم ما شاء الله علماء في النحو علماء في الحديث علماء في الفقه علماء في القرآن هذه المدارس التقليدية البعيدة من الدولة لاحظ الآن هذا كله سيو فحصلت على كل مشاركة ولكن كما ذكرت كان فيها نوع من يعني أو القسمة المسلمين ما كان لهم حزب سياسي مركزي نستطيع أن يقول والله هناك تكتل حزبي يمثل الكتلة المسلمة فصار كل قومية تنزوي بنفسها وتتحالف مع السلطة السياسية اللي كان وقتها طبعاً مهيمن فيه عنصر التقراي يعني التقراي طبعاً ما يتجاوز 7% وكان مسيطرية عن المؤسسة الأمنية والعسكرية والنفوز أيضاً السياسي فكانت بعض المجموعات تسعى إنه والله تتقرب إلى التقراي وتتحالف مع التقراي لتجد حزوة مثلاً على مستوى المركز على كل كانت أكبر جزئية كان فيها خلل وهي فرض طائفة الأحباش على الأوقاف على المساجد على الأئمة مما أدى إلى أن الأغلبية السنية الضخمة جداً بدت تشعر بالضيق من هذه السياسات وشعروا بأن مل الزيناوي بدل كان شخصية انفتاحية تؤمن بالحريات تشرك الآخرين إذا به يتحول إلى شخص الآن يريد أيضاً أن يكبت الحالة الدينية جاء بعد ذلك بعد وفاة مل الزيناوي جادي ساليم رئيس الوزراء قبل أبي أحمد وزادت المساحة إلى حد ما هنا دعني أرصد الآن الحالة من هيلس الناس إلى الآن أبي أحمد نلاحظ أن المسلمين في تطور هذا من فضل الله من 91 حتى اليوم حتى من قبل يعني إذا رصدنا الحالة أسوأ حالاتها لو اعتبرنا الواقع المعاصر هو فترة هيلس الناس منقست أحسن منه قليلاً مل الزيناوي أفضل أكثر بشكل كبير فترة دي ساليم كانت حالة يمكن الثورة التي رأيناها ثورة الأورومو تحديداً هي التي أوجدت التقيير السياسي الأخير وكان على رأسها تقريباً نخبة ظهرت على كل من في المشهد السياسي أمثال جوهر محمد من الشخصيات اليوم مع مجيء أبي أحمد أيوة الآن مع أبي أحمد حصل أمر مهم جداً أبي أحمد كان لا بد أن يرضي هذه المجموعة التي تشعر بالتهميش تشعر بالتغييف في الدولة الأثيوبية لغتها مهمشة حضورها السياسي ليس بفاعل فكان الوزن أصلاً أرادت الدولة العميقة وقتها وكذلك يبدو للمنظومة الدولية أرادت أن أبي أحمد يؤتى به كشخص هو جزء من الأورومو فيحصل تنفيس لمجموعة الأورومو بأنه واحد من أبنائهم وفي نفس الوقت لا يخرج عن التقليد الأثيوبي وهو أن يكون رئيس الوزراء يحرص أن يكون دائماً السلطة العليا في أثيوبي أن يكون على رأس شخص حتى وهو متنصر أبوه مسلم متنصر نعم على كل إنه طبعاً هو يجمع أكثر من حالة لأن أمه من الأمهرة ووالده من الأورومو فعلى كل إنه في البداية أبي أحمد استبشر به كثير من القوميات وخاصة الأورومو ورأوا أنه في ظله تمت لهم بعض المصالحات فدخلت كل الأحزاب والمجموعات والشخصيات المنفية والعلماء اللي في السجون كلهم أخرجوا وحصلت مصالحة وتداعى على كل المسلمون بشكل كبير جداً حصلت في الإطارة الدعوي إلى حد كبير حتى هذه اللحظة وفترة أبي أحمد أفضل بكثير من الفترات السابقة يعني الآن في عهده مثلاً فتح بنك إسلامي في عهده أيضاً فتحت كلية إسلامية يعني ما كان هذا الموضوع موجود لأول مرة يرسم موضوع المجلس الإسلامي يعني في الدولة الأثيوبيا ما كان مجلس الإسلامي نفسه ما كان معترف به كان حالة الاعتراف الديني هي بالكنيسة الأرثوزوكسية تم الاعتراف بالمجلس الإسلامي وتمت المصالحة كذلك وقضية الأحباش وهيمنتهم أيضاً حصل فيها نوع من الفكفك على كل النميل فبشكل عام الآن واقع المسلمين في أثيوبيا يعتبر أفضل إذا لم تحصل الآن أيضاً وهذا ما نخشاه محاولة إن والله شيطنت هذا التمدد الإسلامي والتخويف عموماً للحالة النصرانية في أثيوبيا بأن والله المسلمون قادمون هذه على كل كذاكرة تاريخية يمكن لكن أنا أتصور إن شاء الله أن الأمور إذا ذهبت في اتجاه الانفتاح ووجود الفريات فالمسلمون إن شاء الله سينالوا على الأقل حجمهم الطبيعي في داخل الدولة الأثيوبية هل يمكن أن يرالوا هذا المنصب الكبير كرئيس وزراء في مرحلة مقبلة؟ على كل إنه إذا لم تحصل تدخلات خارجية أتصور إن يمكن أن يأتي يوم من الأيام واحد من المسلمين في رأس هذا الأمر ويمكن قبول ذلك على مستوى العرقيات أو الداخلية الأخرى على كل إن لم يكن هناك قبول فمعنى ذلك أثيوبيا تتفتت إذا لم يتم قبول بحالة هذا التحول القادم يعني معناها أنت أصلاً عندك مشكلة في تركيبة الدولة الحديثة وعندك مشكلة في قضية المواطنة طيب ننتقل إلى جزئية مهمة جداً لأنه الحقيقة كل هذه المعلومات مهمة جداً حول المسلمين في إثيوبيا والسؤال اليوم حقيقة موقف المسلمين في إثيوبيا من موضوع سد النهضة الذي يمثل ضرراً للسودان ولمصر جميل أول دعنا ندخل بمداخل محددة حتى نستوعب وضعية المسلمين في إثيوبيا أوليس لهم كيان سياسي جامع نستطيع أن نقول الله هذا الكيان السياسي يعبر عن مواقف سياسية ويعبر عن المسلمين هم حالة قوميات وكل قومية طبعاً لها وجودها على مستوى هذه واحد النقطة الثانية من يهيمن الآن على مفاصل القرار السياسي في إثيوبيا أبي أحمد ومجموعة الأمهرة هذه الكتلة الآن يعني بعد التقرأة تقريباً جاءت كتلة الأمهرة باعتبار هي المنتحيطة الآن بأبي أحمد النقطة الثالثة هناك رؤية عامة عند الأثيوبيين يرون بأن مشروع سد النهضة هو مشروع قومي وأي محاولة للمساس بهذا الموضوع أو الحديث عن أنه والله أنت لا تريد أن تتماهى مع هذه المشروع القومي مع أنه أنت لا تنطلق من منظور قومي ووطني على مستوى المصالح الأثيوبية فإذا استصحبنا معنا هذه القضايا إنه والله هو مشروع قومي يتطلع إليه كل القوميات ربط بشكل أو آخر بالنهضة الأثيوبية إنه والله النهضة الأثيوبية كلها معطلة ما لم يتم تفعيل الإعلام الداخلي أيضاً ومعزولين بشكل كبير عن الإعلام العربي ودفوع وطروحات الطرف المصري والسوداني هذه كلها إذا استصحبناها نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نعول كثيراً على موقف المسلمين في أثيوبيا فيما يتعلق بأبعاد قادمة لمشروع سد مهضة طيب دعنا ننقل هذا التصريح أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأثيوبية ممثل رئيس المجلس الشيخ قاسم محمد تاج الدين كان له تصريح قال إنه يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالحين مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء في أي إطار تضع ربما هذا التصريح دكتور حاسم على كل إنها التصريح متوازن أنا في رأيي تصريح متوازن ومتقبل في نفس الوقت من شخص في قامة رئيس المجلس الشيخ قاسم وهو أيضاً متضرر دعني أقول المسلمين الآن في أثيوبيا متضررين من هذا التوتر التوتر الحاصل بين السودان حول سد النهضة حول معارك الحدود مع السودان متضررين جداً والتقراء أيضاً الآن الدولة الأثيوبية جرتهم مجموعة الأمهر وإقليم الأمهر جرهم إلى معركة مع السودان ليست في صالح الشعب السوداني وليست في صالح شعوب أثيوبية الأخرى يعني هذا قولاً واحداً لا التقراء عندهم مصلحة ولا الأرمو عندهم مصلحة ولا بني شنغول عندهم مصلحة في الحرب الجارية الآن بين السودان وبين الأمر الثاني هناك أعداد كبيرة لا تقل عن سبعة إلى تمانية مليون أثيوبيا موجودين في السودان هؤلاء يتضررون في أي توتر تقريباً أي إلى هذه اللحظة الحكومة السودانية مشكورة يعني ما حاولت أن تبتز الحكومة الأثيوبية بهذا العدد الكبير من العمالة الموجودة في السودان وبالتالي يشعر العنصر الأثيوبي بأنه والله هذه الأحوال التي تؤدي إلى التوتر ما بين السودان وما بين الحكومة الأثيوبية سيؤدي بهذه الأوضاع كلها إلى مشكلات أيضاً هناك كميات كبيرة جداً من الطلاب الأثيوبيين يدرسون في السودان وفي الجامعات السودانية ويعودون إلى أهلهم وقد حملوا الإسلام الحمد لله واللغة العربية وتعلم فعلى كل التصريح ينسيم مع هذه القضايا كلها يعني لو اعتبرنا أن مصالح المكونة المسلم في أثيوبية ليس مع أي توتر مع هذا المحيط سواء مصر أو السودان أو إيرتريا هذه المحيط بالنسبة لهم ليس من مصلحتهم أن تحصل لكن هل يمكن البناء على هذا دكتور حسن؟ يعني هذا المعنى الغائب بشكل كبير تحدث عن تقريباً 200 مليون مسلم يسكن هذه المنطقة ربما أكثر أو أقل قليلاً هذا المعنى ألا يمكن أن يكون هو المحرك لمفاوضات تكون عادلة بشكل لا يضر لا بمصالح إثيوبيا ونهضتها أو بأملها في تحقيق مصالح من سد النهضة ولا يضر بمصالح مصر والسودان في عملية جفاف أو غير من التأثر الكبير الذي ستتأثر به الدولتان بعد الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل هو لا سبيل إلا الحوار في نهاية المطاف وأنا إن صح الآن الخبر وأنا داخل على الأستوديو تقريباً علمت بأن هناك مبادرة الآن إماراتية تقدمت بها للحكومة السودانية والحكومة الأثيوبية على كل مجلس الوزراء السوداني كما علمت وافق الآن على المبادرة والمبادرة لها علاقة بمسألة الحدود ولها علاقة بموضوع السد يعني تقريباً متعلقة بموضوع السد وفي نفس الوكد النزاع الحدود فإذا ذهبت المفاوضات في هذا الاتجاه ونجحت المبادرة هذه أنا أعتقد أنه إن شاء الله سيتم انفراج وسيتم حل حالة هذه المشكلة ولا سبيل أصلاً إلا أن يصلوا إلى حل فليس من مصلحة الشعب الأثيوبي أن يشرب هو ويزمى الشعب السوداني أو يتضرر الشعب السوداني للشعب المصري ففي نهاية المطاف من مصلحة كافة الأطراف أن تجلس على مائدة الحوار ويحل وليس من مصلحة أحد فيما أبداً أن يتطور الأمر لحرب أو معركة بالعكس هذه كارثة يعني في المنطقة كلها ورأينا الآثار الكارثية الآن فقط الحرب الأثيوبية في شمال الأثيوبية في منطقة التجراي وآثارها حتى الآن لم تستطع أثيوبية أن تخرج منها دعك أن تتمدد الآن الحروب إلى دول مجاورة وللأسف الشديد القرن الأفريقي كان 30 أو 40 سنة هو ضحايا تقريباً منطقة لهذه الحروب الأسف الشديد إنجاز التعبير أن نسميه حروب عبثية فيها كذلك يعني موضوع سد النهضة كان يمكن أن يتم حله بالحوار والمعالجة في الأطر والمبادئ التي تم الاتفاق عليها لكن دعني أقول هناك أيضاً من يتحمل حقيقةً هذه التبعات الأنظمة السياسية الموجودة تتحمل أيضاً جزء من هذا الوضع شكراً جزيلاً لكم دكتور حسن السلمان البحث في أشياء الأفريقي كنت معنا في هذه الحلقة برنامج مسلمون حول العالم أشكركم شكراً جزيلاً سهلاً شكراً أشكر وموصل لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في أمان اشتركوا في القناة